ابتداء من اليوم وخلال الفترة القادمة سيتم اغلاق مجموعة كبيرة جدا من القنوات مش بس كده ده اليوتيوب حيمنع منشئ المحتوى من انشاء قناة جديدة لو على نفس الاي بي فبالتالي هنا احتمالية موت منشئ المحتوى انه يموت حرفيا 90% علشان كده انا جاي اقول لحضرتك النهاردة السر وراء اغلاق هذه القنوات وخصوصا خلال الفترة القليلة القادمة الفترة دي هيكون في ازدهار في بعض المحتوات زيادة في المشاهدات زيادة في المشتركين زيادة في الارباح ومنشئ المحتوى الناجح اللي هيقدر يستغل الفترة دي في محتوى ولكن زي ما فيه موسم للمشاهدات فيه موسم لاغلاق القنوات الفترة اللي احنا فيها فيه منشئين محتوى كتير جدا ما عندهمش مشاهدات ولكن الترند بيتجه كله للكورة منتخب مصر منتخب المغرب منتخب الجزائر منتخب تونس السعودية باكستان الهند الصين كله بيتجه للكورة فهنا منشئ المحتوى اللي ما عندوش ثقة في محتوى وعاوز يجيب مشاهدات حيبدأ يتجه لحكتين لإما ملخصات لإما أهداف وحيبدأ ينزل على قناته فيديوهات قصيرة أو فيديوهات طويلة بالأهداف أو بالملخصات فبالتالي اليوتيوب هنا ملوش علاقة بيك لأن اليوتيوب مش حيديك انظار اليوتيوب ممكن يوقف الربح على قناتك بسبب محتوى معاد استخدامه ولكن اللي حيديك الانظار هو صاحب حقوق الملكية وهو حقوق ملكية الماتش اللي حضرتك حتزيعه أو حتتكلم عنه أو حتبدأ تحاول على قد ما تقدر أنك تتخطح هو الطبع النشر بطريقة ما أو بأخرى ولكن الانظار الأول ممكن يكون الأخير والانظار الثاني والثالث قد يؤدي إلى إغلاق قناتك بصورة نهائية على اليوتيوب ومنعك انت كمنشئ محتوى من إنشاء أي قناة جديدة وده حصل النهاردة بالفعل في قناة من القنوات اللي أنا بتقابلني بصورة يومية يعني هو تكلمني عنده مشكلة بعد تالي بصيت لقيت قناة ممنوع إنه هو ينشئ قناة جديدة وثلاث انظارات وحشنا وانا قلتله بدل مرة مئة ألف مرة ملخصات المباريات مش مضمونة وأرباحها كويسة ولكن مش مضمونة يعني حضرتك ممكن في ثواني تطلعك سابع سماء وتخسب بك سابع أرض والمحتوى ده أنا ضده إطلاقا أنا دايماً بدور على منشئ المحتوى إنه يكون منشئ المحتوى ناجح ودائم ومستمر ومنشئ المحتوى الدائم والناجح والمستمر ده منشئ المحتوى عمل لنفسه مدخول شهري ثابت إلا بقى إذا ربنا مش كان رايد له إنه هو يعمل حاجة فربنا رايد لكن الناحية التانية الخطورة أكبر لا تلقوا بأيديكم في التهلكة وهناك تهلقها حرفياً بنسبة 100% لأنك ممكن وإنت قاعد تلاقي شركة استقصدتك قدتك 39 نظار وهنا 3 نظارات بيدوك أصلاً يقف إغلاق قناتك سبعة أيام واحدة وحشنة أو أن يتم إن حضرتك مخالف لسياسات الربح من يتيوب ومخالفة السياسات ممكن يؤدي إلى حضرتك المنع عنك إنشاء قناة جديدة ففي الحالتين أنت الخسران لكن منشئ المحتوى الناجح اللي حيقدر يستغل للفترة دي ويطلع يتكلم بنفسه عن منتخب مصر ومنتخب المغرب ومنتخب الجزائر والتصلاحات وفكرة إنشاء قناة نجح على اليوتيوب في عشرين نبعه وعشرين اللي اتكلمت عليها لأسبوع اللي فات مهيئة جداً إن حضرتك تبدأ النهاردة حالاً وتنجح وتنجح خلال الشهر ده وتحقق شروط وتحقق المشتركين ليه لإنك حتتكلم عن ترند الوطن العربي كله بيتكلم عنه الفترة اللي جاية وأي نعم الموضوع ده حيأثر على المحتويات الأخرى في انخفاض في المشاهدات وما فيش رتش حيبقى موجود للمحتويات التانية زي ما حصل في قضية فلسطين يعني قضية فلسطين كانت مسكة ترند فترة طولة جداً وأثرت على مشاهدتنا وهنا المعلن حيبدأ يتجه للقنوات دي وحيبدأ يعلن أكتر عند القنوات التانية لأن عندها مشاهدات أكتر فبالتالي نقص الأرباح في المحتوى التانية أمر وارد وأمر مقبول جداً لأنك تفهم ليه لأن ده مش موسم بتاعك ده مش الترند بتاعك إلا بقى إن حضرتك فهمت إن كل محتوى ليه فترة اسمها فترة انتعاش وأنا شايف إن المحتوى التعليمي جزء منه فترة انتعاشه هو فترة الأجازة الفترة اللي نحن داخلين عليها علشان كده لو حضرتك محتاج إنك تعرف الفترة تابع إحصائياتك خلال آخر 365 يوم وابدأ أبص على فترة اللي انتعاشكت إمتى وفي شهر إيه وفي وقت إيه وابدأ اهتم بالفترة دي بشكل أكبر علشان تبدأ تعمل جمهور لنفسك يهتم بيك ويتابع معك بشكل مستمر ويعشق وجودك ويعشق استمراريتك ويتمنى إن هو يقابلك ويسلم عليك إمبارع حصل معي موقف غريب جدا يعني أنا كنت في مكان فأنا واحد ندع على قليل يا متواحد يا متواحد فبصت له راحت الستة قلت له إيه يا لأ انت بتندع لي تقول له متواحد ربنا إيش في يا ابني فالموقف دي ضحكني حبيت ضحكك معي حاول على قد ما تقدر الفترة اللي جاية إنك تستثمر وقتك ومجهودك إنك على الأقل لو مش عندك مشاهدات ومش عندك بديات تنزلها استثمر فيه منتاجك اتعلم أكتر حاول تطور من نفسك أكتر اشتغل على نفسك أكتر المعافرة بتنجح جدا 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 مع أي شخص فعافر بلاش حالة من اليأس اللي تصيبها لنفسك لأن اليأس سهل جدا إنه يتمسك فيك ويصيبك وسهل جدا إنه يدمرك لكن إنك تعافر دي بتاعة تمنشي المحتوى الناجح بلاش تعمل أي مخالفات خصوصا إن الشهور اللي جاية شهور صعبة جدا لو أنت بتدور على مشاهدات فالمشاهدات سهلة أنك تجيبها لكن لو بتدور على الربح فأنت لازم تعمل مشاهدات حقيقية عن محتوى حقيقي أنت ظهر بنفسك فيه علشان تنجح وتجيب أرباح وتجيب مشاهدات ويبقى عندك جمهور حقيقي متابعة لك لأن المنتخب مصر مش دايم ليك حيخلص الدورة ديت حتخلص أو كاس الأم ده حيخلص وبعد كده حتكون أنت مجرد فرقعة لو مطلعتش من كاس الأم دي عامل جمهور ليك أنت فأنت الخسرون كده أعذر من أنظر أصباح على خير نتقبل في فيديو جديد كان معاكم متواحد فكرة المرجع الأول لمنشي المحتوى على جيوب اللي بحب يوضح لك أداق التفاصيل اللي ممكن تحصل في أي ترند لازم نمسكه نتكلم عنه علشان تفهم إن حضرتك لو عملت كده تبقى بالضر قناتك وده سر اوعى حضرتك تعمل ملاحظات أو بصوص مباشرة لماتش مصر ومين النهارده موزنبيق اوعى تعمل كده إطلاقا بلاش تعمل كده عشان خطري حاول تحافظ على قناتك شكرا